اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات سياسية اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس السبت ان موسكو لديها ما ترد بها على ذخيرة اليورانيوم المخصب التي يسعى الغرب لتزويد اوكرانيا بها ومؤكدا ان موسكو ستنشر اسلحة نووية تكتيكية على اراضي بيلاروسيا الدولة الحليفة الواقعة على ابواب الاتحاد الاوروبي من ناحيتها طالبت اوكرانيا اليوم الاحد باجتماع طارئ لمجلس الامن التابع للامم المتحدة وتنتظر اجراءات فعالة من قبل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة ما سمته الابتزاز النووي الذي يمارسه الكريملين فماذا ينتظر العالم بعد هذه التطورات هذا ما نجيب عليه اليوم في هذه المحطة السياسية مشاهدين الكرام الى هذه المحطة اهلا وسهلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة